تشمل الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه للوصول إلى صاف انبعاثات صفري بحلول عام 2060 هذه التحركات وهذا العمل دأوب ما هو إلا تنفيذ لرؤى الطموحة للمملكة والتي تسعى بدورها ليس للريادة فحسب وإنما لخدمة البشرية والشعوب للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من لندن المختص في شؤون الطاقة الدكتور يوسف الشمري مساء الخير دكتور يوسف وأهلا بك معنا في عين الخامسة بداية دكتور يوسف يعني خلنا نتحدث عن هذه الناقلة هل بالفعل هي السفينة الأولى التي تقل الهيدروجين المسال في العالم تنقله إلى كل ميناء أهلا وسهلا أخي إسماعيل وسعيد في الحديث مع الأخبارية فعلا هي أول ناقلة في العالم يعني تم بنائها من الشركة اليابانية اللي هي سويس فرنتير وخلينا نقولي أول طبعا شحنة تم تجربتها اللي هي نقلة الهيدروجين من أستراليا إلى اليابان وطبعا الناقلة الآن بتنقل الهيدروجين من المملكة العربية السعودية لليابان طبعا الفرق هنا أن الهيدروجين اللي تم نقله من أستراليا إلى اليابان كان ما تم فيه حجز بإعثار ثاني أكسير الكربون فكان يسمى الهيدروجين البني لكن الهيدروجين الأزرق هذا سيكون من المملكة العربية وهو ما يكون فيه أي إعثار ثاني أكسير الكربون فهي تعتبر الأولى على مستوى العالم وهذا طبعا ضمن توجه المملكة العربية السعودية أنها تكون المصدرة الأول في العالم من ناحية إنتاج الهيدروجين أقل تكلفة في العالم هنا مسألة أحب أن أبينها لماذا اليابان تأخذ الهيدروجين في المملكة؟ لأن اليابان تكلفة الهيدروجين فيها جدا مرتفعة فتبحث عن أسواق تكون الهيدروجين فيها إنتاجه قليل جدا في التكلفة بحيث أن يكون منافس تجاريا فالمملكة تعتبر تأخذ الحيزة الريادة في هذا الموضوع فعساس كذا تبقى مسألة التصدير والناقلة هذه هي أول ناقلة تبنى عالميا التي تتمكن من نقل الهيدروجين تحت الضغط العالي يعني عبر البحار طبعا طيقة أشبه عبر نقل الغاز يعني المشاهد العادي يعني كلنا نعرف أن الغاز يصدر كغاز مسال فهنا الهيدروجين نفس الشيء يكون هيدروجين مسال لكن تحت الضغط يكون نوعا ما أعلى وبالتالي يمكن هذا طبعا الدول المستهلكة من أن يكون في طاقة يتم مثلا إحراقها أو استخدامها في خلايا الوقود وبالتالي تكون أنظف من الغاز المسال فهنا الميزة الهيدروجين كبنية زيبيئية وهذه طبعا ميزة أيضا منافسة اقتصاديا مبقارنة بمصادر الطاقة الأخرى نعم طبعا دكتور خلنا نفهمها بشكل أكبر ونوضحها للمشاهد بشكل مبسط دكتور ما هو الفرق بين الهيدروجين البني والهيدروجين الأزرق الهيدروجين البني هذا اللي يولد من الفحم طالع عملك طبعا معروفة أستراليا ودول أخرى مثلا مثل خصوصا في أربا الهيدروجين هذا اللي يولد من طبعا الفحم الفحم لأنه كاربون فلما يكون طبعا فيه بعض عمليات التفاعلات الكيميائية يتمكنون من إنتاج الهيدروجين ويكون مصدر الأساسي جاي من الفحم لأنه يكون فيه انبعاثات ثانية نكسر الكربون من هذه العملية الكيميائية هذه الانبعاثات تطلق للهواء فبالتالي يطلق عليه الهيدروجين البني طبعا هذا الهيدروجين يغير إضارة بالبيئة أو ينفع تأثيرات بيئية الهيدروجين الأزرق هذا اللي يكون جاي من الموارد الهيدروجين لكن أي انبعاثات في ثانية نكسر الكربون يتم حجزها وإعادة استخدامها أو ضخها إلى باطن الأرض فبالتالي ما يكون له أي أضغار بيئية فهذا يعني نوعا ما موافق للمعايير اللي هي البيئية والاقتصادية فيطلق عليه الهاجر الأزرق اللي هو معتمد ضمن المعايير الدولية أنه ما يسبب انبعاثات سيدوكاربو نعم طيب دكتور بما أن هذه أول ناقلة في العالم ونقلة الهدروجين السائل الذي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامية هل هذا يؤكد ما تحظى به الموانئ السعودية ربما من جاهزية عالية لاستقبال هذا النوع من السفن؟ بالطبع أخي إسماعيل لأنه هنا مسألة مهمة أنه موقع المملكة الاستراتيجي كمركز للتجارة العالمية وهذا موضوع ذكر سمو سيدي ولي العهد حين إطلاق وقت المملكة 2030 وأنه الهدف أنه استغلال الموقع التجاري للمملكة ليتكون مركز للدعم اللوجستي فنلاحظ المملكة الحمد لله مركزها في قلب العالم برابطة بين آسيا وبين أفريقيا وأمريكا وأوروبا فسهولة النقل التجاري العالمية بين الدول العالم تكون أسهل عن طريق مملكة مقارنة بدول أخرى فأيضا لنا تجربة سابقة في نقل البتركيمويات، ناقلات النفط والنقلات البضائع الأخرى والنقلات الأخرى حقيقة التي تمر في المملكة فأعتقد أنه موضوع الهايدروجين هذا سيكون له انعكاسات أيضا أخرى جدا كبيرة على التجارة العالمية لأنه الآن لما نتكلم إحنا عن اقتصاد عالمي يكون مصدر الطاقة في الهايدروجين ويكون يمر في المملكة هذا ستستفيد منه كثير قطاعات تجارية أخرى نعم، أنت حدثت أن الموقع موقع المملكة كموقع استراتيجي وتحدثت له سهولة بالتأكيد موقع المملكة في الربط بين القارات هل من الممكن أن نقول مستقبلاً ستكون المملكة مركز لوجستي عالمي رقم واحد مثلاً؟ دكتور؟ طبعاً أخي، أكيد الحمد مع رؤية جيدة والتسهيلات الجديدة والتغييرات كثيرة حصلت خصوصاً في جذب الاستثمار الأجنبي خصوصاً الجهود التي تقوم هنا فيها وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة والعديد من البرامج الرؤية التي تم استحداثها يعني لا أستغرب بإذن الله بحلول العام 2030 أعتقد أن كثير من الأهداف التي تطمح لها المملكة أنها تكون مركز عالمي للتجارة الدولية بإذن الله تكون محققة وهذه طبعاً في إطار رؤية إنشاء المدينة الذكية، مدينة نيوم والمشاريع الأخرى التي تتم حالياً في جذب السياحة والاستثمارات الأجنبية في المملكة فأعتقد بإذن الله أنه بإذن الله الأهداف هذه بإذن الله كلها تكون محققة في خلال السبع سنوات المقبلة بما أنك تحدثت عن الأهداف، يعني الخطوات التي تتخذها المملكة الدكتور في قطاع الهدروجين كيف رأيتها حتى هذا اليوم؟ والله يا أخي، الحمد لله شيء جداً جداً مدهش حقيقي لأنه أنا أتذكر مثلاً قبل في عام 2009 كان الهدروجين مجرد فيجين أو أنه رؤية لكن في خلال وقت قصير، الحمد لله من إعلان رؤية المملكة 2030 في 2016 حتى الآن نحن في 2023، يعني الخطوات التي تتخذت في أنه تكون المملكة المصدر الأكبر للغاز الهدروجين في العالم جداً سريعة وهنا خلينا أذكر بعين الاعتبار طبعاً اختشاف حقل الجافور وهو يعتبر أكبر حقل في العالم للغاز الغير التقليدي والأيضاً إنشاء أكبر مشروع للعالم للهدروجين الأخضر في نيوم اللي الساعة تصل عند حوالي 620 طن السنوي واللي تملكه طبعاً شركة أكوى باور مع إير بروديكت فالخطوات يعني جداً سريعة وحب مثلاً أبيينها أن السوق للهدروجين العالمي يتوقع أنه يصل قيمة السوق إلى حوالي 700 مليار دولار بحلول العام 2050 فإحنا نتكلم عن أن المملكة تكون مصدر حوالي الأربع مليون طن في حلول العام 2030 يعني كم حيكون ونتكلم عن طلب للهدروجين حوالي 500 مليون طن سنوي فأعتقد أنه نصيب المملكة من هذا السوق العالمي سيكون الحمد لله جداً كبير وهذا بإذن الله أنه يعتمد طبعاً في دعم اقتصاد أن يكون هناك اقتصاد مستدام اقتصاد ممن بإذن الله البلد طبعاً نوعاً ما يكون أقل اعتماد على النفط ويكون أيضاً مستفيد من الموارد الأخرى الطبيعية المملكة العربية السعودية في دعم التوجه العالمي للاقتصاد الطاقة النظيفة نعم كان معنا من لندن المختص في شؤون الطاقة دكتور يوسف الشميري شكراً دكتور يوسف على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل شكراً دكتور